اهلا بكم مع وصفة جديدة نهاردة هنعد مع بعض لحمة السفر ازاي ان نسوي لحمتنا وناخدها معانا في السفريات ونحتفظ بيها الاطول وقت ممكن مع بقاء اللحمة سليمة لغاية اخر قطع نبدأ على بركة اللاماج وصفتنا هجيب انهاء وحط فيه كوباية كبيرة بين الزيت وهنا هنقف عند مقدار الزيت لو انا سفريتي هتبقى طويلة شوية وفيه احتمالية ان اللحمة هتكون برا التلاجة يعني مش متوفرة عندي تلاجة او فريزة فهكتر من كمية الزيت بدلا ما هحط كوباية زيت احط نص لتر احط آآ لتر الا ربع احط لتر كامل من الزيت دوت بتحدد على كمية اللحمة اللي انت بتعمليها انا هنا سفريتي كانت قصيرة وفي نفس الوقت عارف ان انا هحتفظ باللحمة داخل التلاجة فاكتفيت بكوب من الزيت تمام كده وبعد كده نزلت بمقدار اللحمة كان عبارة عن اتنين كيلو ويفضل ان انت تقطعي لا اما تقطيع وسط او صغيرة تمام كده ما تكونش كبيرة اللحمة هنا هتاخد لون على الوجه دوت وهقلبها على الوجه التاني تاخد لون يعني بنشوحها تشويحها كده جميلة وبعد كده بنضيف الاضافات بتاعتنا كانت عبارة عن آآ ورق لورة وحبهان وفصوص الطوم وكمان معلقة صغيرة آآ مليانة من الفلفل الاصمر معلقة كبيرة من السكر السكر هنا بيعتبر مضة حفظة وفي نفس الوقت بيساعد اللحمة على التسوية من غير ما نضيف بقى اي اضافات تانية ولا مية ولا اي حاجة خالص والملح بنأجله لقرب التسوية او عند التسوية بعد كده هنهدي النار عليها خالص كأننا بنعمل رز وانا تهديئة النار شيء اساسي في تسوية اللحمة وهنغطيها بغطاء محكم ويفضل ان انت ممكن تغطيها بورق فويل وبعدين الغطة وانسيبها لغاية لما يتم النطق عد عليها ساعة ونص دي لحمتي بعد ساعة ونص استويت تماما من غير ما تضيف اي نقطة مية هضيف بقى معلقة كبيرة من الملح الابيض وهنقلبها كويس مع بعضها وهقفل النار عليها وهنسيب هاتيه ده خالص وبعد كده نعبيها في برطمنات بلاستيك او معدن بعيدة عن الازاز لان الازاز قبل ان هو يتكسر وبتضيف المادة الدهنية اللي انت سويتها فيها اللي هو الزيت دوت تصبيه بعد ما تضيفه في البرطمنات او في العلب وبكده نكون عملنا احلى لحمة صفر دي الوصفة المعتمدة عندي في جميع سفرياتي يا رب كل وصفات اتنال اعجابكم ما تنسوش جمعكم من القناة من الاشتراك واللايك والشير كانت معيكم نادية فايد من مطبخ بيت زاشيف دم دم في رعاية الليه